أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبرى الشركات التركية وخلال زيارته الحالية لتركيا بحث سمير مع ممثل مجموعة كي أو سي القابدة التركية بحث مشروعات الشركة في مصر ورؤيتها المستقبلية لزيادة الاستثمارات بالسوق المصري وأوضح وزير التجارة والصناعة أن مجموعة الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في السوق المصري من خلال إقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات ومصنع للمستحضرات الطبية هذا إلى جانب التعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتعاون في مجال مارين اليوخوت والتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع من جانب ما أكد ممثل الشركة ثقتهم في الاقتصاد المصري حيث قامت الشركة بضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري خلال الفترة الماضية ترجمة نانسي قنقر